كما شرنا سابقا ورية أترى بعد صلاة العصر بمقبرة عين البيضاء بولاية وهران يوم أمس رئيس المجلس الدستوري الأسبق طيب العيز الذي وفته المنية عن عمر نهز 75 عاما المراسم الجنازة حضرها المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بشؤون القانونية والقضائية بعلام بعلام والسلطات المحلية المدنية والعسكرية وأصدقاء الفقيد وجمع من المواطنين المرحوم طيب العيز هو من موليد 1948 بمغنية ولاية تليمسان بدأ مسيرتها المهنية بوزارة الخارجية ليلتحق بعضها بسلك القضاء الذي تندرج فيه على مدار أزيد من 25 سنة تدرج في عدة وظائف منها رئيسا لمحاكم وهران وسيد بالعباس مستشارا بالمحكمة العليا وأسندت للفقيد سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني وبعدها وزارة العدل في 2003 ثم وزارة الداخلية والجماعات المحلية من سنة 2013 إلى غاية 2015 ليعين بعدها وزيرا للدولة مستشرا خاصا لرئيس الجمهورية وكان آخر منصب شغله هو رئيس المجلس الدستوري من شهر فبراير إلى شهر أبريل من سنة 2019 هو المنصب الذي توله في الفترة بين 2002 و2013 ترجمة نانسي قنقر